الله يجزيكم بخير قضاء رمضان تقضيه إن شاء الله تعالى على حسب طاقتك إن كنت تستطيع أن تقضي يا حائر والنفسة والمرير هذا تلافع أو المسافر هذا وربعة المرير المسافر الحائر النفسة هذا اللي كيسقسوني حينما نريد أن نقضي رمضان الأيام التي أكلناها هل نقضيها إن شاء الله متتالية أم متفرقة إذا كنت تستطيع أن تقضيها متتالية فبها ونعمة وإلا بتكن فقضيها إن شاء الله متفرقة هذا المسألة عادية وأحصن حاجة واسمية دير ركش اللي جيك سهلة اللي جيك سهلة إلا جيك سهلة تقضيها متتابعة ففعل ولا جيك سهلة تقضيها متفرقة فلا كي إن شاء الله العام بأكمله تقضي فيه هذه الأيام التي أكلتها متقطعة إن شاء الله تبارك وتعالى واش نسبق إن شاء الله تبارك وتعالى في القضاء ستيام تعشوال أو لا الدين هذا كل عام هذا السؤال يكرر بإذن الله تبارك وتعالى ورهب الدوء يعطيه من الآن الله يجزيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين واش نسبق ستيامت على شوال أو إننا خلص الدين يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر ركفة من القضية يعني أن الحسنة بعشر أمثال من صام هذا الشهر فالشهر بعشرة شهور ما فمتوه اللي بحال صام عشر شهور شحال باقي الآن شحال باقي باقي له شهرين ستين يوم ستين يوم شحال لعشهرتها هي ستة أيام فإذا صمت رمضان وأتبعته ستة من شوال بحال صمت الظهر كامل أي من حافظ عليها مع صيام رمضان في كل عام يكون كمن صام العام بأكمله ومن صامها في كل عام مع رمضان يكون كمن صام الظهر بأكمله يلقى الله تعالى كأنه صام الظهر كله الله أكبر على فضل فلا ينبغي إنسان أن يفرط في هذا الأمر إلا من كان معذورا والله إنه فضل عظيم سبحانك ربي إذن أيهما يقدم بالنسبة لهذه النفسة والحائض واللي يسافر وكلا والمرض وكلا واش يسبق القاضاء واللي يسبق إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة استيام شوال يوسمعوني مزيان أولا الأفضل والألي يقول أو لا بالنسبة اللي فيه الدين يبدأ بتأدية الدين هذا اللول هذا اللول لأن واحد العلماء يقولوا إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة فلا يمكن أنت مثلا أن تقوم بتأدية النوافل تعدك الفريضة فعليك أن تؤدي الفريضة أولا هذا قول هذا قول كثير من العلماء باش منظرش مقا نعود لهذا هذا قول كثير من العلماء هذه اللول ثانيا يقول بعض العلماء قضاء رمضان عنده العام كامل كامل واستيام تعشوال واسمون استيام تعشوال عندها غيش هوال ولذلك يعجل الإنسان بأن يصوم هذه النافلة تاستيام إن شاء الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك إن شاء الله له أن يصوم ستة أيام إن شاء الله تبارك وتعالى له أن يقضي تلك الأيام إن شاء الله يسبك ستة أيام شوال لكن بعض العلماء يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من صام رمضان وأتبعه هذا ما صامتش كاما رمضان لا 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 صامتش كاما رمضان كامل غير القيت اللي كنت معذورة وهذا كتبه الله على بناة حوى ولذلك يجوز للمرأة الحائض والنفساء والمريض والمسافر أن يبدأ إذ بإذن الله تعالى بصيام النافلة قبل أن يقضي هيا وزيد وأيهما الأحسن والأفضل هو اللي قدر في شوارة في ثلاثين يوم ولا تسعة وعشرين يصوم القاضاء دياله لك ستة أيام ولا سبعية مليك لا ولا عشرية ويجد مرهز ستة أيام إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان يرى أنه لا يورحق هذه الأولى إلى ما كان شسدي وعيا إيه بدي إن شاء الله تبارك وتعالى بقضاء رمضان إلا بقى تشيامات ديال شو ما بقى تشيت هذه فقط نافلة هذه الثانية الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبدأ بإذن الله تعالى بصيام النافلة أو من بعد عندك العام كامل ترد كل هذا جائز شوفوا شوفوا الرحمة تعربية شو ونزيد نقول لكم أحدات تالية اللي كيقولوا فيها بعض العلماء والله هذي طيبة مباركة وهذه تسهل عليكم كاملة واسمه هي أنك تصوم ستة أيام تعالى شوال قضاء يعني كتبقى تصوم القضاء ديال رمضان ياك وفيك ستة أيام ديال رمضان نحتسب وعلى الله أن تأخذ أجر القضاء وأجر الأيام الستة النافلة لأن النافلة تندرج بإذن الله ضمن الفريضة الله أكبر وكم طيب هذا الكلام هذا لا يقول بكثير من العلماء لكنني لا أستكثر ذلك على رحمة الله الواسعة إذن ففعل ما شئت غالت تمشي عند العلماء وكل واحد يقول لك أنا أقول لك افعل ما تراه أنسب لك فكل ذلك له دليله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله الوالد نتعي خرج مع الأخت ديالي ببنطلون مزيّر في هذا رمضان مزيّر بالزال اللي حق تعالي الوالد سنصحت أختي وهي مع والدي أن ترجع إلى البيت لتلبس لباسا واسعا يعني غير تعالى فغضب علي والدي وصرخ في وجهي ولعنني فعدت إلى أمي منكسرا وبانفعال رفعت صوتي عليها قائلا ما عمره علمته ندي ما عمره علمته لبنات الحجاب فرحنا غاديين لا حول ولا قوة إلا بالله الوالدة أيضا لم تستحمل هذا الكلام الذي فاجأتها به لما عدت مغضبا بسبب ما قال لي والدي فغضبت هي الأخرى علي غضبا شديدا هل أنا عاق وسأدخل النار بهذه الطريقة التي أتعامل بها مع أختي من جهة والتي أدت إلى هذا الغضب بتاع الوالد إلى درجة اللعنني والوالدة التي صارت تدعو علي لا حول ولا قوة يا أخي أنت رجل طيب والله أنت رجل طيب مبارك أنت تريد إنقاذ والدك ووالدتك من النار لأن الوالد إذا رضي بابنته تخرج في رمضان بهذا اللباس الضيق هو بذاته على خطر فأنت مشفق بأبيك أولا وهذا من حقك وهذا استشعار لمسؤوليتك أمام أبيك وتريد لوالدك أن يكون يوم القيامة في الجنة وأن لا تكون البنت سببا في دخوله النار نعم هنيئا لك جزاك الله خيرا أكرمك الله تبارك وتعالى بارك الله فيك أنت رجل طيب أنت إنسان تغارع الدين تغارع على الأعراض بارك الله فيك جزاك الله خيرا ثم لما رجعت إلى أمك وقلت لا معلمت هناك كان عليك إن شاء الله لو أنك صبرت وتحدثت مع أمك إن شاء الله بلطف وقلت لها بإذن الله أعينيني على الوالد لكي ننصح البنت أن تتحجب لكن هي ما فعلت ذلك ثم غضبت غضبا شديدا أنت لست من أهل النار أنت إنما تفر من النار بدعوتك إلى دين الواحد القهار تغارع على والدك حتى لا تكون البنت سببا في دخوله النار تغارع على أمك لكي تعلم البنت وتتعاون مع زوجها من أجل تحجيب ابنتها تغارع على أختك حتى لا تكون حطبا من حطب جهنم أنت لست إن شاء الله لمس خوط ولا من أهل النار أنت بار بوالدك سلم على أبوك سلم على الرأس انتعلي وليد الدعك عاملهم بلطف تكلم معهم بالتي أحسن ثم قل لهم أنا قصدي هو أن نذهب إلى الجنة جميعا ولا يتأتى ذلك إلا بطاعتنا لله جميعا والتعاون جميعا على طاعة الله فلا ينبغي أيها ذب الله أن نرى أختنا على هذه الحالة ونخلوها واذكرهم بحديث رسول الله قال رسول الله في حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه صنفان من أهل النار لم أرهما سمع ابنته صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون الناس ظلمون وصلف آخر ونساء كاسيات عارية كأن النبي خرق الله وله حجب الغيب يراه يعني ذلك السروار والبنطرون المزير كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال أي فاتينات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة شعرها مجموعة هنا كسنم البعير هكذا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وإن ريحة لا يجد على مسيرة خمسمائة عام وفي رواية وإن ريحة لا يجد على مسيرة كذا كذا أي مسيرة طويلة جدا فأنت تخاف عليهم من مغبة ترك البنت على الحالة التي ذكر رسول الله وهي حالة لا تبشر بالخير هي حالة بناتنا ألا يسلكون طريق الشيطان والذي يؤدي في النهاية إلى جحيم النيران بارك الله فيك يا أبني وجزاك الله خيرا فلو أن كل الشباب يغارون على دينهم لما آل إليه حالنا إلى ما آل إليه وصل الله على حبيبنا